كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية والجمعوية نظمت ولاية جهة طانجة طوان الحسيمة صباح اليوم الأربعة عشرين يوليوز الفين واثنين وعشرين حفلة وداع للسيد محمد أعلى أحتيت نظرا للخدمات التي قدمها خلال فترة تقلده منصبة والي أمن طانجة قبل تنقله لشغل نفس المنصب على رأس ولاية أمن فاس فيما تم تنصيب نائبه سابقا عبد الكبير فرح وليا جديدا على رأس ولاية أمن طانجة بالنيابة وترأس مراسم حفل الوداع والتنصيب السيد محمد مهدية ولي جهة طانجة طوان الحسيمة بحضور السيد محمد الطخيسي مدير مدرية الشرطة القضائية ممثلا للمدير العام للمدرية العامة للأمن الوطني السيد عبداللطيف الحموشي حيث أشاد والد جهاب الخصال التي كان يتميز بها الوالي السابق من مهنية وقيم إنسانية رفعة إلى جانب الكفاءة والمسؤولية والانضباط التي كان يتميز بها مهنئا في الآن ذاته وللأمن الجديد عبدالكبير فراحة على الثقة التي حضي بها بتعيينه على رأس ولاية الأمن بطانجة متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ترجمة نانسي قنقر